لإلقاء مزيد من الضوء على المواقف من تلك الهجمات نائب رئيس الرابطة الإسلامية في بريطانيا سيد محمد كوزبور سيد محمد كوزبور هذه الهجمات التي استهدفت العديد من المواطنين المدنيين أمس في باريس أنتم في الرابطة الإسلامية كيف تنظرون لها وهم وما هي محددات موقفكم منها طبعا بداية نود أن نعلن بكل وضوح وبكل صراحة بأنه مثل هذه الهجمات الهجمات الإرهابية هي مدانة بكل المقاييس من كل فئات المجتمع البريطاني المسلم وغير المسلم وبالأخص المسلمون في بريطانيا قاموا بإدانتها بدون أي تحفظ لأنها حقيقة كانت هجمات صاعقة هجمات صادمة هجمات لم تميز بين طفل وبين كبير بين امرأة وبين رجل بين مسلم وبين غير مسلم على سبيل المثال سمعنا أن هناك عدد من الضحايا من الجالية المسلمة في فرنسا لذلك هذه الهجمات مدانة بكل المقاييس من كل أطياف المجتمع البريطاني ولا شك أنه مدانة من كل العالم ما هو الذي يحدد هذا الموقف من الرابطة الإسلامية هل هو فقط مجرد انتماء هذه الرابطة للمسلمين والدعاء من قام بتنفيذ هذه الهجمات بأنه يمثل المسلمين لا الرابطة الإسلامية في بريطانيا تدين كل عمل إرهابي مهما كان انتمائه ومهما كان ندين الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إسرائيل على سبيل المثال في فلسطين وندين ما يحدث في بعض البلدان العربية مثل العراق وفي سوريا وفي غيرها من الأماكن التي يحدث فيها أحيانا هجمات إرهابية بهذا الإطار وذلك من باب أولى هنا كذلك في بريطانيا التي نحن نقيم فيها والتي هي قريبة جدا من الأحداث التي حصلت في فرنسا والتي يمكن أن تؤثر بشكل أو بآخر على الأوضاع في بريطانيا وفي أوروبا بشكل عام الذي حصل في فرنسا حقيقة لن ينحصر ضمن الحدود الفرنسية كيف يمكن أن يؤثر عليكم أنتم هنا في بريطانيا؟ سيكون له تداعيات كبيرة خارج الحدود الفرنسية هذا ممكن أن يحصل حتى في الأراضي البريطانية أو في أي بلد من البلاد الأوروبية ونحن نأمل أن لا يحصل هذا أن تتخذ كل الإجراءات التي برأنتم هنا في بريطانيا من طرفكم هل هناك تواصل بينكم وبين السلطات البريطانية لمعالجة مثل هذه الأزمة لا في أي أثار سلبية يتعرض لها المسلمون طبعا تداعت المؤسسات الإسلامية اليوم وعلى رأسها المجلس الإسلامي الأوروبي والرابط الإسلامي في بريطانيا لعقد لقاءات سريعة لتنظيم ما سيتم الرد من خلال هذه المؤسسات على ما حدث والاتصالات التي يمكن أن تجري فقمنا بالاتصال أولا بالشرطة البريطانية لوضعها بقلق الجالية مما حدث ومما يمكن أن يحدث لمواطنين المسلمين في هذه البلاد وذلك تجاوبت الشرطة مع هذا الطلب بأنه سيقوم بدوريات قرب المساجد التي يمكن أن تتعرض لاعتداءات أو لأماكن فيها جاليات إسلامية معتبرة هل حصل أشيء في بريطانيا حوادث تظهر الكراهية ضد المسلمين نتيجة ما حصل أمس في بريس؟ صباحا تعرضت إحدى المواطنات المسلمات للضرب أمام مسجد حقيقة في جنوب لندن وتم الاتصال في الشرطة في ذلك والتقوم بالتحقيقات في هذا الأمر وهذا يبين على أن هناك إمكانية كبرى بأن يتم الاعتداء على الأفراد والمؤسسات الإسلامية في هذا البلد خلال الفترة القادمة وللذلك يجب علينا أن نكون واعين وهذه رسالتنا للمواطنين البريطانيين والأوروبيين بشكل عام بأن يكون هناك وعي في قضية التنقل وفي قضية الذهاب إلى العمل والبقاء ليلا في أماكن معينة يجب أن نأخذ احتياطاتنا خلال الفترة لا نريد أن نخيف الجالية ولكن يجب أن نكون حذرين في تلك الفترة الرابطة الإسلامية في بريطانيا وغيرها من المؤسسات الإسلامية هل هناك مقاربة جديدة يمكن أن تنتهجها الحكومة البريطانية بعد أحداث باريس غير مقاربات السابقة من مراجعة وتدقيق وحتى في بعض الأحيان مقاطعة نأمل أن تقوم الحكومة البريطانية بمثل هذه المراجعة لأنه تبين أنه عندما تقاطع المسلمين الذين يعتبرون مسلمين منفتحين منفتحين على الحوار مسلمين وسطيين معتدلين وتقوم بمقاطعتهم فالجواب هو أن يكون هناك ناس أكثر تشددا وأكثر ممارسة للعنف وغير ذلك لذلك هذه فرصة للحكومة البريطانية وللحكومات الأوروبية بشكل عام أن تتعاون مع معظم الجالية المسلمة التي هي تشكل السواد الأعظم منها من المعتدلين أن تقوم بالتواصل معهم بشكل إيجابي ومناقشة كل قضايا التي يمكن أن يكون عليها إشكاليات مثل قضايا الإرهاب مثل قضايا العنف مثل قضايا الجهاد وغيرها التي يعتبرونها هما إشكاليات في تلك المرحلة أن نقوم بمناقشتها أما سن قوانين جديدة الآن أخذين في عان الاعتبار أو مبررين ذلك بما حدث في فرنسا لن يفيد من الأمر شيء بل بالعكس سيعقد الأمور أكثر وسيكون هناك جزء من الجالية المسلمة من تشعر بأنها هي المستهدفة من هذه القوانين وهذا سيسبب بأنه سيكون هناك شباب أكثر مندفع نحو التشدد ونحو التطرف بعيدا عن ذلك بعيدا عن موقف الحكومة البريطانية هل لديكم إجراءات لتعامل مع هذا الشباب الذي في غالب الأحيان أصلا لا يزور المساجد أصحاب هذا الفكر المتشدد هناك تواصل طبعا مستمر مع الشباب طبعا للأسف شديد ليس كل المساجد تقوم في ذلك وليس كل المؤسسات الإسلامية تقوم بالتواصل مع هؤلاء الشباب لفهم طبيعة مشاكلهم طبيعة التحديات التي يواجهونها طبيعة الوضع الذي يعتبروه أنه وضع غير سليم من ناحية شعورهم بأنهم مواطنين من الدرجة الثانية أو ليسوا منتمينا لتلك البلاد بسبب للأسف شديد الإعلام الموجه الذي يوجه دائما سهامه ضد هؤلاء الشباب علينا أن نتواصل مع هؤلاء الشباب بشكل إيجابي ونتناقش معهم ونحاول ردعهم عن أفكار ممكن أن تكون أفكار متطرفة أو تأخذهم إلى اتجاهات عنفية اليوم على سبيل المثال في المساء هناك لقاء يجمع مؤسسات إسلامية ومؤسسات مسيحية من كنائس ومساجد سيتجمع في منطقة ترافلغر سكوير اليوم في وسط لندن للتنديد بما حصل في فرنسا وهذا لا يعني أنه نحن فقط نندد عندما تحصل جريمة مثل هذه أو إرهاب في فرنسا نندد بكل أعمال الإجرام والإرهاب حتى في مناطق مثل سوريا التي يقوم بها النظام بقتل مئات الآلاف وداعش كذلك الذين يقومون بقتل مئات الآلاف من الناس كل هذه منددة من قبل الجالية المسلمة هنا إن كانت في بريطانيا أو في فرنسا أو في أوروبا أو في أي بلد آخر مسلم أو غير مسلم معي أزبر أنتم في المقابل هنا في بريطانيا كيف يمكن انتهاج موقف يعني يميز بين أزمات خارجية ووجود أو تأثر المسلمين بها وأن لا يكون موقف المسلمين خائف أكثر من اللازم يعني متحفظ أكثر من اللازم إذا كانت هذه الأزمة ليست داخل بريطانيا أو حتى داخل أوروبا طبعا المسلمين فيما يتعلق في الخارج موقف مواضح في هذا المسلمين البريطانيين وهم حاولوا قدر المستطاع أن يتواصلوا مع الحكومة لإيصال موقفهم مما يحدث وبأن الحكومة البريطانية وموقفها مما يحدث في سوريا أو في العراق ليس مقبولا ليس فقط للمسلمين ولكن لمختلف شرائح المجتمع البريطانيين وجدنا مسيرات واعتصامات خرجت بالآلاف تندد بهذا التدخل الغير مقبول في تلك البلاد وهو على حساب الشعب السوري بالذات وهذا طبعا له تأثير بشكل أو بآخر بشكل مباشر أو غير مباشر ما يحدث الآن إن كان في فرنسا أو ما سيحدث في المستقبل لا ندري ما يمكن أن يحدث كما فهمنا من المعتدين الذين قاموا بهذه الاعتدال قالوا أنه هذه بسبب تدخل فرنسا في سوريا وهذا يبين بأنه هذا التدخل الغير إيجابي لإنهاء الصراع في سوريا وبالعكس استمرار هذا الصراع إلى مدى غير معروف أثر بشكل كبير على الوضع الداخلي لتلك البلاد ووجدنا مثل هذه الاعتداءات التي تقوم ونا ندري إن كان يخطط لشيء ما في بريطانيا على سبيل المثال وهذا وارد طول ما أنه الأوضاع في تلك البلاد غير مستقرة وهناك من يقوم بفعل مؤامرات في تلك البلاد نأمل أن لا يكون هذا الأمر اسمح لي أن أشعر سيد محمد كزبر إذا عدنا بالذاكرة لهجمات 2005 في لندن هل تعتقد بأن وضع المسلمين الآن ووضعكم أنتم في الرابطة من حيث الخبرة من حيث التواصل مع الحكومة البريطانية أفضل من ذلك العام لتلافي آثار مثل هذه الهجمات الإرهابية في المستقبل طبعا الحمد لله الجالية المسلمة الآن أكثر وعيا وأكثر خبرة في التعامل مع مثل هذه القضايا رأينا كيف بعد هذا الاعتداء مباشرة قامت المؤسسات كثيرة إسلامية وغير إسلامية بإدانتها ويمكن أن نكون الأوائل من خلال إصدار البيانات الإدانة لهذا الأمر وهل أفاد ذلك؟ طبعا أفاد ذلك لأنه نحن دائما نطالب كمسلمين بأنه هل تدينون مثل هذه الأعمال؟ نعم ندينها وندين كل عمل إرهابي ولكن فوق ذلك الإدانة لا تكفي فقط يجب أن يكون هناك أمور إجرائية فعلية على الأرض ولذلك قمنا بالتواصل مع مؤسسات دينية مسيحية على سبيل المثال من كنائس وغيرها لإصدار بيانات مشتركة ولعمل مشترك هذا العمل اليوم التجمع في ترافلغر سكوير إن شاء الله يحضره عدد كبير من المسلمين ونأمل أن ينزل المسلمين ويبينوا بأنهم ضد كل عمل إرهابي هذا عمل مشترك سيكون على الساعة السادسة والنصف اليوم إن شاء الله وقفة احتجاجا وتنديد على ما حدث في فرنسا البارحة من قبل كل الجاليات الإسلامية وغير الإسلامية شكرا جزيلا لك نائب رئيس الرابطة الإسلامية في بريطانيا محمد كوزبور